بينما تدرس إسرائيل خياراتها للرد على الهجوم الإيراني تسعى أوروبا لكبح جماح الانتقام لإسرائيل المحتمل الاتحاد الأوروبي وفي موقف موحد للدول العضاء أكد التزامه بأمن إسرائيل ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس أكثر من مسؤول أوروبي قال بأن الحاجة ملحة للوقوف إلى جانب إسرائيل وذهبت كل من ألمانيا وتشيكو بلجيكا لاستدعاء السفراء الإيرانيين لديها لإدانة الهجوم والحث على تجنب التصعيد انفار دبلوماسي وسلسلة اجتماعات من بينها اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي وتوقعات بعقوبات أوروبية جديدة ضد طهران جزء كبير من السياسيين الأوروبيين يرون بأن إسرائيل قد حققت انتصارا دفاعيا وضربت المثل في تمتعها بدفاع موثوق من الحلفاء الغربيين مهمة المسؤولين الأوروبيين العاجلة إقناعوا إسرائيل بالاستفادة من التحالف الدولي واستبدال الرد العسكري بعزل إيران وباتفاق فإن أمن المنطقة يتوقف الآن على رد فعل إسرائيل بينما يستمر الاتحاد الأوروبي في السير على خط متقطع بين مضاعفة دعمه لإسرائيل وحث حكماتها على الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة موقف الحلفاء دون أن يلوح بأدوات ضغط كثيرة يملكها استنادا لموقع التكتل الموحد كأكبر شريك تجاري لإسرائيل